مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي 4 هادو كيفاش؟ كان عرفهم انا اودو يعني عراهم حاملي اول حاجة في السمن الاولى يعني بعد التلقيح يعني بالنس لما يعرفوش يديروا الرجاس يعني هادو علامات عينية حني كنقولو مشي يعني هادو علامات نظرية يعني كتشوفوهم غيباء غيباء العين الموجرد كتبالكم الانثاولات من هادنى اولا كثم الزمن الأولى الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ستقربتها وخاصة في الأسبوع الثالث الأسبوع الثاني ستقربت بعض عدوانية الأسبوع الثالث ستقربت عدوانية أكثر بالنسبة الوزن ديالها يزيد لا يزيد في الميزان العادي يبعلكم بالراقية و ي cóaggio لأكل عادي يبعلكم الزادت في الحجم يعني كيولي ظهرها يعني متكامل كتولي يعني عندها واحد شوية ديال زيادة في تفل وزن بالنسبة يعني الناس ديال بكري كانوا كيهبروا على الشعر ديالهم كيولي أملس يعني أي أنثة كتكون يعني حتى نقوله مشعبشة يعني كتكون الشعر ديالها يعني مخصرة هذيك أعرفوا هنا ما حاملاش أما بالنسبة لهذا الأنثى انتروا ما كينما كتشوفوا معايا يا غيبرا ما تهرب حناش شوفوا الشعر ديالها كيفاش دير كيولي مرتب وأملس كيولي بحلي قطني هذا الأنثى مني كتكون هكا وكتكون زيادة في الوزن مباشرة كتكون حامل كتكون عشار القضية ديالناس اللي بغين يعرفوا كيفية الجس الجس وهو ضروري أنكم تعلموكين واحد فيديو ديالي في القناة ديالي على الجس يعني كتديروا واحد نفاخة نفاخة عادية كتنفخوها وكتديروا فيها واحد جوج حمصات ولا واحد جوج بلوتات ولا وكتقاو تديروا فيها واحد شوية ديال الماء كتناصب الماء وكتقاو يعني أنتم كتمرنوا رأسكم رأسكم كيفاش كتقلبوا الأنثى يعني كأن الكرش دياله هي عبارة عن واحد نفاخة وانتم كتترينيو عليها تكتوليوك متمكنين بالنسبة للحمل العلامة دياليو كي ينعوا سنين واحد العلامة أخرى هي الأنثى من اللي كنهزوها يعني بواحد الشكل عمودي ما كتقاش تركل إذا شفتوها لم تفقاش تركل عرفوها راها حاملة يعني كين وحد الوزن نرى تحت منها يعني ماشي خاوية يعني كتكون خاوية في الكرش ديالها كتبقى كتركل إذا كتتركل عرفوها راها محاملاش أما إلا تلقت راسها تحت عرفوها كين نرى هزت تقل ومقادراش التركل إذن في الأسبوع الثالث كتبدأ كين العلامات اللي كي حالها تشكلها دي يعني شوفتمو ديال لوحد كشة هنا يا حمراء هي ديالها شوفو سمو راها ديالها راها نتفاها نتفتها وكتجهز البيت ديال الولادة ديالها شوفو سبحان الله هذه دا ببقى لوحد الأسبوع إن شاء الله وتولد وكتوجد هاد 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 يعني بحال شكل ديال النملة اللي مذكورة في القرآن أنها كتبقى تجهز الأكل ديالها على طول السنة حتى هاد الأنثى شوفو شوفو راها ديالها يعني كبدأ توجد بيت الولادة منذ الأسبوع الثالث بالنسبة للناس اللي غا بيقولي كيفش نتعاملوا مع الأنثى وهي تهلوا فيها أنثى الأراني بالحامل يعني العشاء حاولوا أنكم تهلوا فيها كيفش تهلوا فيها ممكن أنكم تهلوا فيها ثلاثة الوجابات وهذه الوجابات من الأحسن تكون فيها الحلاوة يعني ممكن أنكم تهلوا فيها لقامة ديال أساي اللي كانت تشيط عليكم ممكن أنكم تهلوا فيها مع الماء اللي كتشرب منه بالنسبة لليوم الأول كذلك ممكن أنكم تهلوا لها نخالة مع الماء دافي يعني غي شوية ديال المدافي بما كحنا كنقولو كتبربشوها بالماء يعني كترشوها شوية بالماء وكتعطيوها لها رأيك تكون يعني كترد الصحة ديالها بالنسبة للأكل تهلوا فيهم فهذه المدة هذي الناس اللي عندهم الأنطاع العشار حاولوا أنكم تعطيوهم ثلاثة الوجابات ممكن أنكم تبقوا تعطيوهم الضرة كذلك مزيانة لهم كتدير الحليب وفهذه الوقتة هذي الناس اللي عندهم تفاف نبتة تفاف هرها معروفة ورني ديما كنا ندرع لها في القناة ديالي حاولوا سعطيوها من أسبوع للأخر الأسبوع للأخر بدو سعطيوها التفاف على أش على حسب الحليب باش أنها تدير الحليب وتولد بوحد طريقة من تولد تهلا في الصغر ديالها باش يكتسبوا مناعها قوية ويكملوا معاكم مزيان إذا الحلقة ديالنا هي هذه كنظرنا أني وصلت لكم الرسالة اللي انتو ما بغين تشوفوها رمضان مبارك سعيد احنا في اليوم الثالث الناس اللي ما زل ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشوفكم على التعاليق طيبة ديالكم لا تنسوا الناس بزير جيم حرقوا سبعكم وتكيوا على زير جيم حاولوا أنكم تكيوا عليها باش تسندوني وتكيوا على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة